بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في الدرس الخامس وهو بداية الموديل 2 بعد ما انتهينا من الماثماتيكال فاونديشن الآن ندخل في الدراسة الفعلية للكنترول سيستم وفي هذا الموديل راح الدروس التي تغطى عبارة عن Classification of Control System Block Diagram Reduction Algebra Using Signal Flow Graph And Mason's Formula وآخرا سنتكلم عن S-Plane الآن سنتكلم عن Control System أولا ما هو السيستم نقدر نعرف ونقول is a combination of different component acting together acting together to perform certain task عبارة عن أجزاء مترابطة لتأدية مهمة معينة طيب ما هو basic structure of control system basic structure للكنترول system عندنا عبارة عن input بلوك يمثل system أو plant أحيانا يسمى حتى يعطيني output معين مثلا زي ما قام في الديسي موتر نعطيه input voltage يعطينا output mechanical power torque and speed وهذا output يسمى controlled variable راح نتكلم عنه كثير حتى عن مصطلحات المستخدمة control system في البداية عندنا two basic types of control system اللي هي open loop control system والclosed loop control system open loop control system بإمكاننا رسمه كالآتي عندنا input وعندنا هنا controller أو يسمى compensator هنا يكون input أو أحيانا يسمى reference أو يسمى set point كل نظام له disturbance من disturbance يجي عندنا plant أو system هنا يكون عندنا output أو controlled variables طبعا في open loop control system التخيل هنا في human operator مشاغل هو مانولي ينظر إلى set point وينظر إلى output ويقارنها إذا إذا فيه error يعني فيه خطأ output does not match the input يغير في controller حتى البرانت يعطيني output اللي الoperator يبغاها لذلك الoutput of an open loop control system is independent غير متعلق بال control action اللي في الcontroller غير متعلقة بالoutput أو controlled variable وعندي كذلك closed loop system positive أو negative feedback هنا set point هنا controller controller plant أو system وعندي هنا feedback في closed loop system يسمى السنسور أو trend user أو measurement المجرمت أو أو المجرمت 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 طيب كيف يشتغل نسمي كنترول سيستم استراتيجي أولاً أولاً نحسب الكنترول اللي هي الأوتبوت بعد كذا فيدباك باوتبوت ونجد الأرع باستراتيج باستراتيج سلاطة ستقوم باستراتيج 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 أربعة فيدباك كوريكتف اكشن إذا يحسب الأوتبوت يقارنها بالأرور باب الستبوينت حتى يوجد الأرور الأرور يعطيها الكنترولر الكنترولر يعطيني أكشن حتى يعدل النظام من الدستربانس هذه حصرة طيب عندنا نظر كلاسيفيكيشن وهو كنترول سيستم أحياناً they are control system classified تقسم على حسب الميثود of analysis and design إذا كان linear or non-linear يعني السيستم الخطي والغير خطي أحياناً التقسيم يكون على حسب السيغنال الاني يتغير مع الزمن و الاني يتغير مع الزمن و الاني يتغير مع الزمن مالتي امبوت مالتي اوتوت سيستم اكثر من امبوت للسيستم واكثر من اوتوت من السيستم